هوي بريس نحو إعلام هادف روجت وثيقة ورد فيها توجيه إلى منذب الوزارة لمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد وهي وثيقة مزورة جملة متفصيلة وأضاف البلاخ أن الوزارة إذ تنبه إلى هذا الفعل الشنيع تعيد بالرجوع إلى الموضوع لاحقا تجدر الإشارة إلى أن عددا من المواطنين تفاعلوا بغضب بسبب عدم تطرق عدد من خطباء الجمعة لموضوع فلسطين والعدوان الهمجي الذي يتعرض له المسلمون بقطع غزة وفي ذات السياق تساءل متابعون لماذا لا تخصص الوزارة خطبة موحدة لهذا الموضوع الذي يهم المؤمنين والمؤمنات بشكل كبير هي التي فعلت ذلك مرات عديدة وألزمت الخطباء بالحديث عن الرضاعة الطبيعية والتصويت للدسور في حين ثمن معلقون آخرون البلاخ وشكروا الوزارة على تفاعلها وطالبوا الخطباء بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في التعريف بهذه القضية التي ترتبط بالأساس بالمسجد الأقصى المبارك وبقضية احتلال أرض إسلامية طال أمدها هوية برس نحو إعلام هادف